منه الملقب بالسمان النائب الأول للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى هو عثمان بن سعيد العمري الأسدي النائب الأول للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بدأ عثمان في خدمة الإمام الهادي عليه السلام في سن الحادي عشر وانتقل ويا من المدينة المنورة إلى سامراء ومن بعد الإمام الهادي عليه السلام صاحب الإمام الحسن العسكري عليه السلام وبدي تاجر بالسمن بأمر من الإمام عليه السلام بدي تاجر بالسمن حتى لا يلفت انتباه الدولة العباسية إلى من يوصل مستحقات الشيعة للإمام الحسن العسكري عليه السلام ومن بعد الإمام الحسن العسكري تولى الشيخ العمري النيابة المطلقة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف شلون كان يوصل الأموال إلى دار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باعتباره كان يتاجر بالسمن يخلي الأموال في جرات السمن ويوصلها إلى دار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بحيث ما يلفت انتباه الدولة العباسية بذلك الوقت استغرقت نيابة عثمان السنوات الخمس الأولى من الغيبة الصغرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من بداية سنة 260 للهجرة إلى سنة 265 للهجرة ودفن في مقره الأخير في بغداد في جهة الرصافة وله قبر مشيد يزوروا المؤمنين